السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائنا بناتنا العزيزية الطلاب السنوية العامة المعلوم أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على النصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم معك أستاذ محمد الورداني خبير مادة الأحياء وجروجيا في وزارة التربية والتعليم اليوم بنستكمل لقاءنا في الفصل الثالث التكاثر في الكائنات الخيئة النهاردة حلقة برضو ناخد فيها موزئية مهمة جدا تكاثر الجنسي ونشوف صورة تكاثر الجنسي في الكائنات الحية في نفس الوقت نبتدي ظاهرة أخرى اسمها ظاهرة تعاقب الأجياء تعالوا نبتدي رحلتنا النهاردة ونركز معها كويس جدا كل كلمة ربنا يكرمكم تكاثر الجنسي هنشوف لي صورتين النهاردة مع بعض تكاثر بالاقترار هندرسه بالتفصيل في طه البلس بيروجيرا نشوف كمان تكاثر بالأمشاج ونشوف الأمشاج المذكر ساعدة كائنات المنوية أو بوايضات أو حبوب اللقاح أو بوايضات زي بتتكون في الكائنات الحية نمر عليها النهاردة كده بسرعة وكل ما هنشوف التكاثر هيزيد التخصص أكتر وهنحدد حاجات أكتر نرجع تاني مع بعض في التكاثر الجنسي بيعتمد على انقسام الميوزي عند تكوين الأمشاج عشان يسبب اختزال العدد الصبغ للنص في الأمشاج اللي هتتكون تتكون أمشاج مذكرة أو أمشاج مؤنسة سرعان ما بتندمج مع بعض أو ما بتندمج مع بعض بعد عملية الاندماج دي هنطلق النهاردة عليه عملية الإخصاب هيقدر يندمج المشيج المذكر من المشيج المؤنس فيعود لعدد الصبغي الأصلي مرتين بمعنى لو تطبعنا على الإنسان هنقول مثلا ذكر الإنسان الخلاق بتاعته فيها ستة أربعين كروموسوم يوم ما هيجي يكون حينات مانوية هيخش في مراحل تكوينها للنقسام الميوزي فيكون حينات مانو فيه ثلاثة أمشين كروموسوم نصف عدد الكروموسومات اللي عنده ذكر الإنسان طب ومعدي بص اللي هيبقى عن كده هلاقي نفس الكلام في الأنسة الأنسة عندها في خلايا ستة أربعين كروموسوم أول ما يحصل عندها انقسام ميوزي هيتكون عندها بويضات البيضات دي هيبقى فيها تلاتة ورشين كروموسوم لما يحدث سازل بين الزكرة والأنسة وتندمج الأمشيج المذكرة مع الأمشيج المؤنسة لما بيندمج الحياة منها مع البويضة يتكون بقى زيجوت ينقسم ميته زيج ويديني جنين كامل كل خلاياه يبقى فيها ستة أربعين كروموسوم يبقى كده بعملية الإخصاب تم استعادة العدد الصدوي مرة أخرى زي ما قلت اللحظة حاجة في التكاثر الجنسي يتطلب وجود فرضين أبويين غالباً لإنتاج العمشيج الجنسية اللي هتندمج معنا عشان تكون اللاقاحة اللي هتنقسم وتامه زي ما شفنا مكونة الجنين ثم الفرض البالغ لما قارن دياح في التكاثر اللاجينسي كننا بقول في التكاثر اللاجينسي بيتطلب فرض كيف هو واحد بس؟ هو اللي بيطلع منه ممكن خلايا زي ما شفنا في الأميبة أو البراموسيوم بيطلع منه خلايا كمان زي ما شفنا في التبرع وفي فطر الاخمير ممكن يطلع منه نسيج زي ما شفنا في الزراعة الأنسيجة. ممكن يطلع منه قطعة من جسم الكائن تقدر تنقسم وتعوض الفاقد منها زي ما شفنا في التجدد. فهناك كان فرد أبا واحد فقط. هنا فرضين أبويين زي ما احنا شايفين كده وبنأكد غالبا. ليه بنأكد على لفظ غالبا ده? لأن احنا برضو شفنا كده مع بعض. واحنا شغالين بص تلاقيه. يمر علينا بعض الحالات زي مثلا الزرا الخنسة. بص تلك الزرا الخنسة فيها عضاية التسكير وعضاية التعنيس فينا. تكبس الجنسي هيحدث في نبات واحد بس في الزهرة واحدة بس. هنا هيتطلب فرض أبا واحد. النهاردة هيمر علينا برضو حالة هيبقى فيها الفرض أبا واحد يتكاثر جنسيا. نشوفها لما يحدث اقتران جانبي في تحلب الاسبيروجيرا. زي ما نشوف مع بعض النهاردة ان شاء الله. هنلاحظ ان الافراد الناتجة هتجمع بين صفات الاباوين. فهنا تسلم الابن مادته الوراثية من كلا الاباوين فيصير الفرض خليطا من صفاتهما. فبص تلاقي الفرض هنا عنده صفات من الاب الصفات في نفس الوقت من الام. حيجمع بين صفات الاثنين ليه خد تلات عشر كراموسوم خد نون من الارب وخد نون من الام. في بنقول هنا لو اخدنا في الانساء خد تلات عشر كراموسوم له عب فيهم بعض الجينات القراثية واخد تلات عشر كراموسوم لامة خد فيهم بعض الجينات القراثية. تطلاق زي جينات وتتفاعل مع بعضها ده تظهر الصفات ذي في الفرض وبالتالي الابن هنا هيبقى كوكتيل زي ما احنا بنقول بين الاب والام هيبقى مزيد جديد عنده تركيبة جديدة ليس تشكل الاب فقط ولا الام فقط ولكن هي ميكس او خليط بين الاباين نرجع كلا مع بعض في التكاثر الجنسي كنا بقول كل الافراد متشابهة تشبه الاباء كنا بقول التكاثر الجنسي كان غير مكلف في الوقت والجهد والطاقة لكن هنا بيبقى مكلف في الوقت والجهد والطاقة عن التكاثر الجنسي لانه بيتم عادة بعد عمر معين او اعداد معين لازم يمر به جسم الكامف تكوين الامشاك بتاعته فده مكلف كمان بيولوجيا ليه هناك كان كل الاباء منجبة انت عندك لو نجم بحر الزاكر اتقطع منه زراع مع جزء من كتائ الوسطى هيقدر نجم البحر المذكر ده انه ينتج افراج جديدة اه لو نجم بحر مؤنس اتقطع منه زراع مع جزء من كتائ الوسطى بصت لاي ينتج برضو افراج جديدة فهناك كان كل الأباء منجبة لكن هنا بنجد أن نصف الأباء هم الأناس بالتحديد هم الأفراد المنجبة هنا في التكاثر الجنسي ده إيه بقى صور التكاثر الجنسي هنا اللي نشوف مع بعض ونشوف إزاي هو بيبقى شائع في الكائنات الراقية قوي لكن ممكن نلاقي فيه بعض الصور زي الإلكترون تحدث في الكائنات البداية شوية فإحنا من عرضه نشوف من الصور دي الإلكترون الإلكترون ده اللي في الطحالب ممكن يحدث أيضا في البكتيريا ممكن يحدث بعض الأوليات الحيوانية نشوف كمان ممكن يحدث بعض الفطريات لكن معظم الكائنات الراقية بيبقى عندها أعضاء بتكون الأمشاك المذكرة والأمشاك المؤنسة نقول عندها إنها تكاثر جنسي عن طريق الأمشاك بكده في طريقتين للتكاثر الجنسي طريقة مرة تانية اسمها الإلكترون لو جينا نشوفنا عندنا يبقى هنا الإلكترون ده الإلكترون هنا قد يكون إلكترون إيه سلامي أو جانبي خلاص شوفنا برضو التكاثر الجنسي بالأمشاك ده نتكلم عليه في الكائنات المتنوعة زي ما نشوف النهاردة بعد شوية نبتدي كده مع بعض نتكلم كده معي تكاثر بالإكترون نركز بقى كده معي ابناء بنات العزاء لما نجي نشوف اللي قدامنا ده طهرب الاسبيروجيرا وده الخيط بتاعه الخيط طبعا فيه بلاستيدات خضراء حلزونية بلاستيدات خضراء الحلزونية زي ما احنا شايفين كده ممكن تبقى بلاستيدة أو أكتر لو جينا شوفنا عندنا طريقة ده تلجأ نها بعض الأوليات والتحالب والفترياض بالشكل ده كده لما بتتعرض للجفاف أو تتعرض لتغير حرارة الماء أو تتعرض لتغير نقاوة الماء فهينك كام بيلجأ على طول للإكترون تعالوا نشوف بقى اللي يحصل له تجاور خيطين من تحلب الاسبيروجيرا مع بعض فانا عندي الخطين هيبقى قدام بعض أو جانب بعض خلايا ياتيم بالشكل ده كده طب ومعدين كل خلايا تكون بروز بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده بعد كده بص اللاقي هنا البروزين دولا هيتلامسوا ويتقابلوا بالشكل ده كده تتكون قناة اسمها قناة الاقترون ما بينهم نتيجي تحلل الجدار الفاصل بين الخليتين بالشكل ده كده وبعد كده هتنتقل مقونات احدى الخليتين للخليل الاخرى لما تنتقل مقونات احدى الخليتين للخليل الاخرى اللي هيحصل هنا تبتدي كده توحيط نفسها بجدار سميك فهنا هيكون في المرحلة دي الزيجوت هنا الزيجوت ده وحيط نفسه بجدار سميك بهذا الشكل عشان طبعا يحمي نفسه من الظروف الغير مناسبة لان الاقترام بالطريقة دي بيحدث في الظروف الغير مناسبة زي ما قلنا تغير نقاط الميا او تغير حرارة او تعرض للجفافة طيب بعد كده اللي هيحصل معنا هنا هيحدث انقسام ميوزي عند تحسن الظروف للزاي جزبور او اللقاح الجرسومية اللي تكونت اتنين نون او ما بينقس الميوزي بيكون طبعا هنا خلية فيها اربع انوية هيتحلل تلات انوية منها وطبق نوع واحدة تنقس الميت وزين عدة مرات لتكون خيج جديد بالشكل ده كده طبعا لو جينا شوفنا عندنا الطريقة الطريقة دي كده بنسميع الاقتران السلامي هنا دي عشان تحصل لازم ظروف غير مناسبة ولازم تتجاور خلايا من خطين متجاورين بالشكل ده كده وتتكون ما بينهم قنوات الاقتران زي ما شوفنا نراجع اللي قناها طريقة تانية برضو زي ما في كتاب المدرسة يمكن المراحل دي كلها موجودة في كتاب المدرسة بالشكل ده كده لو عندنا خط واحد الظروف المناسبة لو تقطع من النص كده هنا هيتقطع لجزئين كل جزء يكون جديد فهنا التقطع بتاع الخيط ده هيخليه قدر يتكاسر لا يجنس ده في الظروف الطبيعية المناسبة لكن نخلي بالنا بعد لو ظروف جير مناسبة الا يحصل لو تجاور خطين بالشكل ذا كده كل خط بيكون بروز لحد ما بيتلامس البروزين دولة تنتقل من قناة احد الخليتين الخليل الاخرى عبر قناة بتتكون عندما يتحلل الجدار الفاصل بين البروزين قناة دي اطلقنا عليها اسم قناة الاقتران اتكون ازاي جوت ازاي جوت ده بيحاوط نفسه بجدار سميك فبيتكون ازاي جزبور ازاي جزبور هنا او اللقاح الجرسمية بتقدر تنقص الميوزين واول ما تنقص الميوزين طبعا هنا بتكون طبعا اربع انواية زي ما قلنا تلاتة بيتحلل وطبقة واحدة بتكون خيط جديد زي ما شفنا كده مع بعض بعد انقسام عميتوزي عدة مرات يعني نشوف كده مع بعض فاضية بالشكل ده كده ودي كده اسمع قنوات الالكتران عندنا بالشكل ده كده واللي كوانت دي بنسميها زي جزبور كوانت الزي جزبور زي ما احنا شايفين كده نتيجة انتقال جوانات احد الخليتين للخليل الاخرى وزي ما شفنا تحاط بجدار سميك عشان تحافظ على معلومات الوراثية للك بحيث ان يقدر يترك اصر بعد كده برضو ثورة تانية لكيفية حدوث الالكتران وانتقال هذه المعاد من الخليل الاخرى مجاورة بالشكل لكده نفس الكلامين يبقى لقيت اي خطين كده يكم بينهم قناة الالكتران بهذا الشكل لازم تعرف ان هنا الظروف دي ظروف طيب لو انا عندي بقى خط واحد هل خلايا هتموت في الظروف الغير مناسبة دي بنقول هنا لا ولكن هيحدث اكتران بطريقة اخرى اسمه الالكتران الجانب يتمعنا هتيجي كل خليتين جنب بعض خلية تمنح مكوناتها الخليا المجاورة وبالتالي بيكون الزائج او اللاقاح بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده طب بعد ما بيكون الزائج او اللاقاح ويحيط نفسه بجدار ساميك بيكون الزائج الزبور هنا برضو بتنقاسم الخليا دي عند تحسن الظروف ميوزين بيكون اربع عنوية بتتحل التلاتة طبقة واحدة تنقاسم مية توزي وتكون برضو خيج جديد زي ما شفنا كده مع بعض اكدنا هنا على دور الانقسام الميوزي مع بعض في تحرب لسبي رجيرة وشوفنا هو بيحدث مين لحظه في الكائنات الراقية الانقسام الميوزي بيكون امشاج لكن لما شوفنا الوقت الفلكتران وجدنا ان الانقسام الميوزي كان بيحدث الزائج سبور اتنين نون عشان يكون خيج جديد نون بس لاحظوا معي برضو ده كان مشروط بتحسن الظروف البيئة اذا لم تتحسن الظروف البيئة طبعا لم يحدث هذا الانقسام الميوزي المطلق تعالوا نسيب كده الطريقة دي من التكاثر ونخش بقى على تكاثر الجنسي بس بالامشاج قدامنا هنا دي البوايدة وحواليها حينات ملوية بيحاول انه يخترق ليو خصبها هادي الحيان ملو بيدخلها وبيخترق غلفها على طول عشان يتم بخصاب ها شايفين عملية الاختراق بتتم هنا ازاي لما بيحصل عملية الاختراق ديت ويكون ازاي جوت بتدي بقى ازاي جوت ينقص ميت زيا العديد من المرات لحد ما يكون جنين تعالوا الوقت ما الفرق بين هذي الامشاك بشكل مذكرة زي حبوب اللقاح والحيانات المنوية عندها زي الاوسط يستطيع ان يجعلها قادرة على الحركة زي الحيان المنوية اللي قدامنا ده كده بيتحرك عن طريق زي الاوسط طبعا زي ما احنا شايفين كده حس ان هي خفيفة تفقد معظم السيتو بلاسما بتاع حيضوبة فيها نوعية نوعية ديت فيها المعلومات الورواصية الجسم بتاعها مصدق يعني مصدق مدبب بيتزاود زي ما احنا شايفين بصوت او زيل طب ليه مصدق او مدبب كده عشان يقدر يخترق ولاف البوايضة ويقدر يخترقها ويقدر انه يكون زي جود زي ما احنا مت فيه طبعا دي بتنق المادة الورواصية الى المشيج الانسوي في عملية الاخصاب بيانتج من كل خلايا اولية بقى لما بتنقص من قسام ميوزي بيانتج هنا كان خلايا اربع خلايا هتتحول الى اربع امشاك زكري ولاحظوا في الخطوة دي كل خلايا اولية يعني هاخدها بعد كده خلايا منعوية اولية خلايا منعوية اولية اول نبط انقص الميوزي هتتشكل بعد كده الاربع خلايا اسمها طلاعية منعوية الاربع خلايا دولا هيتشكل كل خلايا تدي حيام منعو على طول مش هنكلم كل خلايا اولية بيانتج منها طبعا مشيج زكري على طول عشان كده ده يفصر لي ازاي الامشاك المذكرة دايما بتتكون بعدات كبيرة لان زي ما قلنا كل خلايا اولية بيانتج منها اربع امشاك مذكرة في المقابل لما بناخد الامشاك المؤنسة زي البوايدات مثلا ديت ما عنداش وسيلة للحركة عشان كده تبقى ساكنة غير قادرة على الحركة بتتكون في المبيض ممكن يكتمل تكوينها في المبيض زي البوايدة في النباتات الزهرية وممكن يكتمل تكوينها في قناة فلوب زي ما نشوف في الانسان بعد كده نلاحظ انها في الغالب الكروية او مستديرة الشكل غانية بالغزاء وتلاحظوا ان كمية الغزاء بتتفاوت من نوع لاخر من الكينات الحية فنجد البوايدة في الطيور ويزا حب بيبقى فيها اكل كتير جدا لكن لما نيجي باستاديات بعد كده هنقول يا جماعة لا استاديات بوايدات بتكونها لاناس بتبقى شحية الغزاء او قليلة المح زي ما احنا هندرس مع بعض ومنأكد مع بعض كتير لو جينا شوفنا عندنا بتأنتج هنا من كل خلية والية بوايدة ده فقط لا غير طيب ده المفروض بتأنتج من انقسام ميوزة ولك الانقسام ميوزة هنا هيكون اربع خلية بوايدة واحدة كبيرة ومعها تلت اجسام قطبية ضامرة صغيرة يبقى كده خلية الاولية بينتج منها مشيق واحد على العكس في الامشاق المذكرة الخلية الاولية بينتج منها اربع امشاق مذكرة عشان كده ده يوضح لي للامشاق المذكرة طبعا هنا بتنتج معداد اكبر من الامشاق المؤنس يمكن عشان كده بنقول البوايدات من الامشاق المؤنس غالبا ما بتبقى معداد قليلة زي ما شوف اللي انا شايفينه في المنزل اللي قدامنا ده ابناء بنات العزاء انات المنوية هنا بتجري بدلها رايحة للبوايد عشان تقدر ان هي تنول شرف عملية اخصابها فكل ان المشيج المذكر بيتحرك كده رايح للمشيج المؤنس عملية دي بنطلق عليها اسم عملية التلقيح فعملية التلقيح بنقول الطريقة اللي بينتقل بين المشيج المذكر للمشيج المؤنس تمهيدا لحدوث الاخصاب يبقى انتقال المشيج المذكر للمشيج المؤنس ده بنطلق عليه اسم عملية التلقيح. بينما يعني ايه اخصاب بها اندماج نوعات المشيج المذكر مع نوعات المشيج المؤنس لتكوين اللقاح زي ما بيحصل الوقت كده لتبتدي تستعيد ازدواج الصبغيات وتمضي نحو تكوين الجنيب بالانقسام ميتوزي ده كده اللي احنا بنطلق عليه اسم عملية الاخصاب زي ما انتو شايفين كده الحيان ملوية النوع بتاعته دخلت اندماجة ملوات البويضة بهذا الشكل عشان يكون زي يقدر ينقسم ميتوزين ويكون جنيم مرة تاني سواء عنا بها الوقت ما انواع التلقيح في عالم الحيوان يا ترى لما يحدث التلقيح ده في عالم الحيوان ايه انواع حاجة زي كده فيه تلقيح خارجي بيلتقي فيه الحيان ملو مع البويضة خارج جسم الانسة خاص فهنا ده بيحدث الحيانات المائية زي الاسماك العظمية والبرميات ذات دفاضع على سبيل المثال ولاحظوا انا بقول هنا اسماك عظمية لين في اسماك تانية غضروفية تلقيح داخلي بأكد معاكم الاسماك العظمية والبرميات ذات دفاضع اللي بيحصل فيها لازم يبقى فيه ماء بمعنى الذكر والانسة بيضعوا عمشاكم في الماء لازم يبقى فيه ماء عشان تنتقل فيها عمشاك المذكرة الى عمشاك المعنسة عشان يحدث الاخصاب في الماء بعيدا عن جسم الانسة عشان كده بيقول تلقيح خارجي وبنأكد على كده يبقى بيقولك الذكر والانسة عمشاكم في الماء يتم التلقيح الاخصاب وتكوين الجنين في الماء تخيلوا بقى لو تعرضت البيع للجفاف هنا هذه الكائنات تفقد قدرتها على التكاثر على طول طبعا من 10 اسماك العظمية اللي نعرفها كويس البولت البوري بأي نعم السمك بنأكله في البيع بتاعتنا هنا ده غالبا ما بيعتبر منا أمثلة الأسماك العظمية تأكلوا كده تفتح السمكة تلاقي فيها شوك تعرف ان دي أسماك عظمية على طول طيب لحظوا معايا بقى زواحف طيور سديات يبقى تلقيحها داخلي بقى هنا في الحيانات اللي بتيش عليها بس تبصت له زواحف طيور سديات غالبا اللي بيحدث بينطق الحيان منويه إلى داخل جسم الأنسة اللي ينتقي مع البوايدة داخل جسم الأنسة فهنا بيتعين ادخل الحيانات المنوية داخل جسم الأنسة لكي تتم عملية الإخصاب طيب سؤالنا الوقت هو الحيان منويه هيتقابل معه البوايدة تكروا معايا فين قلنا عام منويه اتقابل مع ايه مرة تاني مع البوايدة قلنا داخل جسم الأنسة طيب وبعدين الأنسة تعمل ايه بازاي جل بتاعها نفتكر مع بعض في حالة الطيور وحالة تكروا معايا في حالة الطيور وحالة حاجة زي مثلا الزواحف بنجد اللي بيحصل في الحالة ديت في الطيور والزواحف بنجد أن الأنسة بعد ما بتضع البيت بتاعها بتعمل ايه هنا بتحيطه بمواد غزائية كتيرة نفس الوقت ولاف رقيق وبعد كده كشرة كالسية صلبة غالبا وبعد كده بتخرج الأم الجنين بتاعها بعد ما تكون داخل هذه البيضة إلى خارج جسمها توسط كيف الزواحف بتوحفر حفرة في الأرض تضع فيها البيض تسيب البيض لحد ما بيفكس لوحده في الطيور لا بتعمل عش والعش ده تضع فيه البيض وبعد كده بترعود عليه تدف الصغار بتاعتها لحد ما يكتمل تكوينها لحد ما تفقس في الزواحف الأباء ما لهمش علاقة بالأبناء في الطيور الأباء بيرعوا الأبناء دول لحد ما يكتمل تكوينهم ويقدروا يعتمدوا عن نفسهم ويقدروا يطيروا ويحصلوا على الغزاء لما بنيجي بقى في الثاديات بنجد الأم بقى اللي بيفصل بتحتفظ بالجنين بتاعها لحد ما يكتمل تكوينه داخل الرحم عندها وبعد كده تضع هذا الجنين مكتمل في التكوين الجنيني على طول طبعا فيه سؤال الوقت يجيلي السؤال ده سؤال جميل جدا زملائتكو فاطمة بتقول لي مستر أنا مش فاهمة ازاي خطين من تحلب الاسبيروجيرا هيتكسر جنسيا ويد تحلب واحد في الآخر وزاي احنا اعتبرنا تكاثري بص يا فاطمة ركزي معي في اللي عمله معي كلوقتي كويس جدا احنا اتفعنا بتحلب الاسبيروجيرا ده تحلب خيطي بالشكل اللي قديني ده كده او تحلب ده مفهوش خلايا واحدة ولكن زي ما شفنا مع بعض عديد الخلايا بالشكل ده كده اوض نتخيل كده لو جي خطين بالشكل ده كده وقفوا جنب بعض بهذا الشكل نزيد نتخيل كده الا يحصل معي الوقت الا يحصل الوقت تتكون قناوات اكتران ما بين كل خليتين قدام بعض بالشكل ده كده طب بعدين بعد ما تتكون هذه قناوات تنتقل قناة احد الخلاتين الخليل الاخرى خلاص بقى هنا في زاج بزبور وين زاج بزبور كده وكل خط كده في زاج بزبور كتير كده خلاص والخط التاني فاضي الا يحصل الخطين هيموتوا على كده انا كان معي اتنين فرد ابو اتنين فرد ابوي لو كل فرد ابوي فيهم في مساء هنقول مساء خمسين خلايا يبقى انا كده معي خمسين خلايا وخمسين خلايا معي مئة خلايا خمسين في خط وخمسين في خط تاني انا كده معي مئة خلايا مئة خلايا دول لما يندمجوا مع بعض مكوناتهم هيدوني خمسين زاج بور خمسين خلايا في الخط ده وخمسين في الخلايا في الخط ده لما تندمج مكوناتهم مع بعض دايما الزيجزبور بيانتك من اندماج مكونات خليتين فتخيلوا تكون خمسين زيجزبور عند تحسن الظروف دولا يكونولي خمسين خيط جديد يبقى أنا هنا في الظروف غير مناسبة أنا في الظروف غير مناسبة وكان عندي فردين أبويين بس لما تحسنت الظروف تدوني خمسين فرد جديدي بعدها كده تقاصر ولا مش تقاصر الأبويين ضحوا بنفسهم الخطين الأساسيين ضحوا بنفسهم بس في المقابل نتج منهم عدد كبير من الأفراد الجديدة نفس الكلام أنا لو عندي خط واحد فيه مثلا خمسين خلايا خلاص الخط ده هيحصل اقتران جانبي كل خليتين هيحصل ما بينهم قناة نتيجة تحلل الجدار فاصل ما بينهم هيكون خمسة وعشرين زيجزبور يكونولي خمسة وعشرين خط جديد يبقى بدأ ما كان عندي خط واحد أصبح عندي خمسة وعشرين خط جديد يبقى ده تقاصر ولا مش تقاصر عندي نحس برضو كده باللافظ ده اقتران سلامي زي عم سلم الخطين الخطين عاملين زي قائمات سلم بالزبط وقناعات الاقتران عاملين زي درجات السلم بالزبط بالشكل اللي قدامنا ده كده عشان كده اطلقنا عليه اسم اقتران سلامي عندي يا رب تكون كده الايجابة وصلت نرجع كده تاني مع بعض ونركز كده معي كويس جدا في الجزء اللي جاي شوف كده معي داخلين الوقت على ظاهرة برضو ما بدأها هنجيب غريب شوية الكائنات اللي جاية وصل اللي هي بتعمل ايه بقى الكائنات اللي جاية طموعة شوية طموعة ازاي لم تكتفي بالتكاصر اللي جنسي اللي هو بيدي افراد عديدة بسرعة عنده سرعة تكاصر وعنده وفرة النتاج ولن تكتفي كمان بان عندها تكاصر جنسي شايفين تكاصر جنسي كان بيدي تنوع وراسي ومسائرة ظروف البيئة او تقلبات البيئة فهنا عجبنا ايه بقى الظاهرة اللي جاي اسمها تعاقب الاجيال الكائنات جمعت ما بين نوعي التكاصر في دورة حياة واحدة فبيتعاقب في دورة حياة بعض الكائنات جيل بيتكاصر جنسيا يجي وراء جيل او اكثر يتكاصر لا جنسيا ايه المميزات حاجة زي كده زي ما قلت الكائنات ديت طمعت انها تجمع ما بين مميزات نوعي التكاصر في حياتها فاخدت سرعة التكاصر من التكاصر اللي جنسي وخدت التنوع على الوراسي من التكاصر الجنسي نفس الكلام خدت الانتشار من التكاصر لا جنسي وخدت برضو مصير التقلبات البيئة من التكاصر الجنسي فكده جمعت بين مميزات نوعية تكاصر سواء كان تكاصر جنسي او لا جنسي زي ما احنا بنقول كده مع بعض نرجع كده مع بعض تاني ونركز كده معي دعالوا نشوف مع بعض الوقت دورة حياة كائن اسمه بلازموديو المالاريا كمثال لظاهرة بسمها ظاهرة تعاقب الأجيال عندنا دورة الحياة ديت بتتم في كائنين اللي احنا شايفينه ده كده قنسة نوع من البعوض اسم بعوضة الأنوفلس عندها فم صاقب ماص بالشكل ده كده صاقب الجلد الإنسان بفمها وهي بتسكب جلد الإنسان تلاحظوا انها بتطلع لعاب من عندها عشان يبقى فيه مواد تخدر الجلد في المنطقة ديت عشان يبقى فيه مواد تدي سيولة للدم والدم ما يتجلطش في المنطقة ديت باللاحظ ان مع اللعاب ده الأطوار الزرقة اللي داخلها دي كده هنا جوه الجسم بتاعنا دي المرحلة اللي هتقدر الإنسان بنطلق عليه اسم زبروزيتات زبروزيتات دي الطر المعضي للإنسان اللي هتصيبه بمرض أو هكون سبب في إصابته بمرض اسمه المالاريا اللاحظ احنا الوقت بندرس دورة حيات الكائن الأزرع ده كائن الأزرع ده اسمه بلازموديوم بلازموديوم ده كائن وحيد الخلايا بالضبط كده يعني بيد اتنين على فهم ويتكسر بداخلهم بيتكسر داخل البعوضة ديت ويصابها بالضرر ويتكسر أيضا داخل جسم الإنسان وايضا نصيبه بالضرر تعانوا نشوف دورة حيات الكائن الأزرع ده اللي اسمه بلازموديوم المالاريا ده بتبقى ازاي هنبتدي من أول الاسبروزيتات أو الأطوار الجرسومية لما تخش جوه جسمنا زي ما شوفنا كده بتمشي مع طيارة ده ما بتروح للكبد دخلت الكبد تبتدي تعمل ايه بقى؟ تتكاثر لاجنسين بطريقة اسمه بالتقطع تتكاثر لاجنسين بالتقطع في خلال كبد وتعطي عدد كبير جدا من الميروزيتات ميروزيتات اللي خارجها ده تتعمل ايه؟ هتبتدي تخش خلال كبدية تانية وتصيب خلال كبدية دي وتقضي فيها دورتين من التكاثر لاجنسي افتكروا هنا طريقة التكاثر لاجنسي اسمه تكاثر لاجنسي بطريقة اسمه بالتقطع الفرع ما بين الانشطار السنائي والتقطع ببساطة جديدة جدا الخلية في التقطع بيبقى فيها نواة واحدة تنقسم النواة ما يتوزي نواة فقط لما تنقسم ميتوزي نواة تبقى نواة تين بعد كده يتكرر الانقسام ميتوزي نواة بوصتين النواة تين يبقوا اربعة الاربعة يبقوا تمانية التمانية بوص اللي ايهم اصباحوا ستاشر بعد عدد كبير من انقسامات الميتوزي النواة اللي بيحصل كل نواة تاخد شوية سايتو بلاس من جزء من غشية الخلية عشان تكون مرحلة بايدوية الشكل اسمها ميروزي تات بالشكل ده كده ميروزي تات تخش خلال كبد مرة اخرى تلف فيها اتنين دورة بعد الدورتين دولة هتنتج عدد كبيرة من الميروزي تات تبتدي تهاجم خلال دم الحمراء وتقضي فيها عدد دورات بخلال دم الحمراء الكائن ده بيقعد يمين يتكسر فيهم ايضا لجنس بالتقطر وينتج هنا سموم السموم ديت بتتحرر كل يمين من انفجار خلال دم الحمراء ده السموم ديت بتؤدي الى ظهور اعراض حم الملارية كده اول مرة تظهر اعراض ديت نتيجة انفجار خلال دم الحمراء وتحرر هذه السموم او زي ما احنا بنقول كده تحرر الميروزي تات وبعض السموم اللي بتؤدي لظهور اعراض حم الملارية ايه اعراض حم الملارية بقى ارتفاع درجة الحرارة على غزير جدا رعشة واقش عريرة توصت لي حاجات دي كلها نتيجة الاصابة بمين مرة تاني بهذا كان توصت لي دورة الحياة في خلال دم الحمراء بتستارك اديه بتستارك زي ما اتفقنا يومين كل يومين بتتكرر الاصابة على طول طيب لو جينا شوفنا بعد كده ايه لا يحصل تبتدي الميروزي تات ديت تتميز الى اطوار ماشي جاية اطوار الماشي جاية بتبقى ميروزي تات دخلت خلية الدم الحمراء وكبرة نامت او وفقدت قدرتها على انقسام خلاص على كده مش قادرة تنقسم تاني زي ما احنا بنقول اطوار الماشي جاية عم شاجة بدأ تكونها في خلاية دم الحمراء ولكنها غير متميزة بعد يعني ما تقدرش تعمل عملية اندماج واغصاب الوقت توسط ايه ايه لا يحصل ده تيجي بعوضة بعوضة جديدة توسط ايه تيجي تمتص دم الشخص المصاب ده ما عجبهاش حد في الدنيا غير الشخص المصاب ده تمص دمه فتنتقل اليه هزي الاطوار الماشي جاية طب وبعدين اول ما بتخش الاطوار الماشي جاية تبقى داخل خلايا الدم الحمراء بالوصارات العظيمة اللي في مادتها تحطم خلايا الدم الحمراء وتتحرى الاطوار الماشي جاية وتبدأ في التمايز داخل تجويف مادة البعوضة الى امشيج مذكرة وامشيج مؤنسة بهذا الشكل سرعان ما يندمج ماشيج مذكرة مع ماشيج مؤنس بيتكون الزيجد الزيجد اثنين نون وهتلاحظوا كل الاطوار اللي قلناها كده كلها نون اندماج ماشيج مذكرة مع ماشيج مؤنس كولي الزيجد اثنين نون الزيجد ده مرحلة ساكنة تفضل ساكنة شوية وبعد كده يتحرك من تجويف مادة البعوضة يتحرك يبقى طور اسمه طور حركي يبتدي يختارك جدار مادة البعوضة هو بيختارك جدار مادة البعوضة هنا ايه اللي يحصل له؟ الوسط دقيق ينقسم انقسام ميوزي بقى كده يوم ما بنقول كده طور حركي لما بنقول زيجد الاثنين دولار نخلي بالنا الاثنين دولار عندهم اثنين نونة لكن بقى الاطوار كلها عندها نون طور الحركي بينقسم انقسام ميوزي بيانتو كيسر بيت كيسر بيت بيبقى نونة ينقسم ما يتوزي عدد كبير من المرات فيدينا اسبره زويتات كتيرة جدا تهاجل الغدد اللعبية للبعوضة وتنزل معه اللعاب لما بتيجي تصيب انسان جديد هللاحظ ازاي هنا فيه تعاقب اجيال بصوا كده هنا فيه في الانسان هو تكاسر اللاجينس بالتقطع في خلال كبد والدم الحمراء اهو في خلال كبد والدم الحمراء فيه تكاسر لايجينس بالتقطع لحظوا معايا خلي بالكم انا فيه عندي اسبر يعني اسبر كنا بنقول اسبرو زويتات زايجو سبور كلمة اسبر يعني جراسيم على طول فانا نقول زايجو سبور يعني لاقاحها جرسومية اسبرو زويتات بنسميها اطوار جرسومية فهنا لو جينا شوفنا عندنا اسبرو زويتات او الاطوار الجرسومية دي ناتجة من تكاسر لايجينسي بالجراسيم ولسه هلين فيه تكاسر فيه امشاق مذكرة امشاق معناسب هذا تكاسر جنسي عندنا طيب ازاي فيه تعاقب ايال هنا اقول لك اقول تعالى ابتديه في دورة الحياة فيه تكاسر جنسي بالامشاق حدث داخل تجويف مادة البعوضة جي وراه تكاسر لايجينسي بالجراسيم في جذار مادة البعوضة ثم بالتقطع في خلال كبد والدم الحمراء في جسم الانسان شايف كده في دورة حياة واحدة تكاسر جنسي جي وراه تكاسر لايجينسي باكثر من طريقة عشان كده بنقول هنا دورة الحياة دي مثال لتعاقب الاجيال بأكد معاكم بس كده مين اللي بيعدي الانسان مين الطور المعضي للانسان اللي اصبرو الزيتات دي مين الطور المعضي للبعوضة الاطوار المشيجية دي بالله عليكم ايه دول الانقسام الميوزي هنا الانقسام الميوزي يحدث للطور الحركي 2 نون ليكون كيس البيت نون فهنا تبص تلاقي الغرض من الانقسام الميوزي هنا تكوين كيس البيت فرد العدد الصابق مفيش تكوين هنا امشاج الامشاج نتجت من ميروزويتات ميروزويتات تحولت لأطوار المشيجية ثم امشاج على طور طبعا دي دورة الحياة بنفس الطريقة بس الطريقة تانية برسمة تانية طبعا هنا واضح جدا البعوضة دخل الميروزويتات الاسبروزويتات من الجلد لما لدغت الانسان مشت راحت لخلايا الكبد تكسرت لاجي انسان بالتقطع خلايا الكبد وديتني ميروزويتات حجمت خلايا الكبد قلنا دورتين بعد كده بتطلع بعد الدورتين دولة وهاجم خلايا الدم الحمراء عدة دورات وبعد كده تتميز الأطوار المشيجية تاخدها البعوضة تجويف مادة البعوضة هنا تتكون أمشاج المزاكرة أمشاج المؤنسة لها تندمج مع بعض تديني ازاي يجد ثم بعد كده الطر الحرك اللي يختار الجدار مادة البعوضة يبقى هنا زي ما احنا شايفين كده كيس البيض بعد كده يكون اسبروزويتات تنزل مع اللعاب لما تصيب انسان جديد بالشكل اللي شفناه ده كده تعالوا بقى نبتدي نحل مجموعة الأسئلة مع بعض ونركز كده معي كويس جدا 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 في الأسئلة المتنوعة لمعانا الوقت ماواجئ الاختلاف بين الإلكتران السودامي في الاسبيروجيرا والتكاثر في الأسماك العظمية هل تكوين اللاقاحة ولا ظروف البيئية على نوع التكاثر ولا عدد الأفراد المشاركة به طبعا لو لاحظنا هنا نأكد برضو كده معاكم نشوف كده معي كويس يواجئ الاختلاف بين الإلكتران السودامي في الاسبيروجيرا طبعا عند تكوين اللاقاح التي تنفيهم تكوين اللاقاح طيب نقول تكاثر الإلكتران السودامي تكاثر جنس تكاثر في الأسماك العظمية جنسي في الأمشاك بر عدد الأفراد المشاركة لاحظوا معايا هنا في الإلكتران السودامي يخطين يبقى فرضين أبويين في التكاثر الجنسي في الأسماك العظمية لازم نذكره على الناس يبقى فرضين أبويين يبقى دولة كلهم أوجه تشابه أكيد كده واجد الاختلاف هو الظروف المحيطة ليه الظروف المحيطة ليه الظروف المحيطة مرة تاني بأكد معاكم جامده شمال يعني الظروف المحيطة طبعا زي ما اتفقنا بنقول مرة تاني الظروف المحيطة ليه حصل الإلكتران السودامي بيحدث الظروف غير مناسبة بينما التكاثر الجنسي في الأسماك العظمية يحدث في الظروف المناسبة عشان كده من الظروف المحيطة هي هي دي واجه الاختلاف الموجودة عندها بنقول أي الظروف التالية لا تسبب تضاعف العدد الصبغي في بوايدة نجمل بها ونقضيين حتة دي في التكاثر بالتجدد قبل كده هل وضع في مياه برده ثم حرر يعني كأنه بعمل لها صدامات حررية اقصابها بحيان منوي طبعاً ولو ضعف لبن جزء الهند ولا تعرضها لأشاعة متنوعة طبعاً لو لاحظنا الأشاعة صدامات حرية كعربية كل ده بيعمل يعمل تضاعف العدد الصبغي بتاعها نفس الكلام اقصابها بحيان منوي حيان منوي نون والبايدة نون يبقى كده هيتم تضاعف العدد الصبغي بتاعها لكن لبن جزء الهند ده بتاع زراعة الأنسجة ده ده ملوش علاقة بحاجة زي كده اي خلاية تالية لها نفس العدد الصبغي في نحل العسر لما باجي 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 بحاجة زي كده معلش بكتب العدد الصبغي لكل حاجة فوقيها عشان مطلق بطر حين ما نوي في نحل العسر أنا عارف ان هو نون طيب جناح الملكة أنا عارف الملكة اتنين نون يا جماعة طيب خلاية في جناح زكر نون في جناح شغالة اتنين نون شغالة وانسة وانسة في نحل العسر اتنين نون ازاي جوت اتنين نون حين ما نوي نون فقط لا غير طيب وايضة معروفة ان هي نون طيب خلاية في زكر لأ الزكر ده عشان ناتج من بيض غير مخاصة بيبقى كده ده نون يبقى كده اللي ليه نفس العدد الصبغ هو اللي جابة بيه هنا هي الاجابة الصحيحة اللي عنها جل إدرس الرسم اللي بيوضح مراحل التكاثر في نوعين مختلفين من الكائنات البداية استنتج من الرقم او الارقام اللي هتشير لحدوث اختزال في عدد الصبغ يض انا شايف هنا طوح البلوس بيروجيرا ناتج عندي اهوت شايف ان فيه خلية كان فيها نوع واحدة ادتني اربع عنوية بقى كده لازم اختزال عدد صبغ انقسام ميوزي واحد ادد اربعة يبقى كده واحد دي انقسام ميوزي على طول هنا طبعا كنا بقول تتحلل تلات عنوية تنقسم الباقي ميتروزين ده انقسام اتنين عشان يكون خير جديد ده لازم ميتوزي نشايف اميبة جوه جدار ساميك يعني ظروف غير مناسبة وهي جوه الظروف الغير مناسبة دي تبقى كده تتكاثر انشطار سوني متكرر زي ما قلنا بانقسامات ميتوزي مش ميوزي ده الحل الوحيدة الرقم الوحيد فيه انقسام ميوزي هو واحد فقط زي ما احنا شايفين كده مع بعض يقول اي ظروف التالية بتاعنا شايفيه اطوار السبيروجيرا ده هل وفرت المغزيات بالماء ولا في ده لدرجة حرارة الماء ولا وجود مراوسات بالماء ولا وفرت الهواء لما نقعد كده مع بعض والرقز كده معي نشوف كده اللي عندي هنا ده اكتران بس اكتران اكتران جانبي ليه انا داخل الخيط الواحد ده مقونات الخلية دي اتنقلت هنا والكون هنا زي جزبور مقونات الخلية دي اتنقلت هنا والكون زي جزبور فانا داخل الخيط الواحد بيكون زي جزبورات زي ما احنا شايفين كده مع بعضه يبقى كده؟ معنى كده ان هنا اكيد فيه ظروف غير مناسبة مين في دولة يقول ان فيه ظروف غير مناسبة هنا طبعا ما فيش غير وجود ملوثات اللي نور يا فاطمة في الماء فطبعا وجود ملوثات في الماء ديت هي اللي جابها الصحيح عنه اين فترات الزمنية المقابلة تحسنت فيه ظروف البقية لزي جزبورت تحرب لاحظوا معي ايه ولا بيه ولا سيه ولا دي طبعا هنا انا كنت واحد ده العدد الصابغي عندي زي ما احنا شايفين كده العدد الصابغي هنا يتحسن امتى العدد الصابغي فاكرين كده اول ما تتحسن الظروف البيئية كنا بلون يحدث انقسام ميوزي يبقى معنى كده يتغير اتنين نون لنون طبعين حصل التغير ده عند الفترة سي هي دي اللي هتكون اتحسنت فيها ظروف البيئة وتغير العدد الصابغي من اتنين نون لنون يبقى كده اكيد اتحسنت الظروف عند سي عشان تكون خيج جديدة عندي دي بالشكل ده كده معكد اي الفترات دي بتعبر عن تغير تحرس بيروجيرا عند تعرض بيئته للجفاف طبعا اول ما بيحدث جفاف قلنا بيعمل اكتران فبدلا مع عدد الصابغي نون تندامج من قونات خليتين وتبقى هنا اتنين نون على طول وبالتالي ده حصل في اني فترة في الفترة من اي الى بي هو ده اللي حصل فيه اكتران اتضاعف العدد الصابغي تكوين زي جد ثم زي جزبور يوضح الشكل ده خيط من طه الريس بيروجيرا تم عزله من ترعة جفة مع صورة التكاصل في هذا الخيط معنى ان انا لقي الفتحات من الجنب بالشكل ده كده مش ما بين الخليتين هنا يبقى ده لازم تعرف ان هو اكتران نوع ايه اكتران سلامي على طول طبعا الاكتران السلامي هنا يبقى دي كده الطريقة اللي بيحصل فيها التكاصر في هذه الظروف طبعا لو الفتحات من الجنب كده خلاص يبقى ده اكتران جانبي لو الخط سليم يبقى ده كانت ظروف مناسبة بقى وهنا طبعا ممكن يتقطع اثناء التكاصر التكاصر اللي جنس زي ما قل اي انواع التكاصر يتكاصر به طور البلازموديوم ده انا شايف ميروزويت بيخترق خليط دم حمرة بالشكل ده كده ده تكاصر نوع ايه هل جنس بالعمشات ولا جنس بالالكتران ولا جنس بالتقطع ولا لا جنس بالتجار الصم طبعا هنا لو جينا شوفنا عندنا هنا ده تكاصر لا جنس بالتقطع على طول لان ميروزويت شكله بيضاوي ده خليط دم الحمر بتكاصر لا جنس بالتقطع موقع نشأة اطوار البلازموديوم التالي ادفاع من البعوضة طالع منه سبروزويت كتير يبقى كده احنا عايزين التور ده نشأ فين طبعا المفروض سبروزويت زي ما قلنا بتنشأ في جدار معدة البعوضة لما كانت بتتكون داخل كيس البيت فهنا الإجابة جدار مادة البعوضة على طول ما ينفعش عندي انا إجابة غير كده بيقول اي انواع التكاصر يتكاصر بقى طور البلازموديوم ده طبعا ده يتكاصر مفروض انه رايح لخلايا الكبد عشان يخش خلايا الكبد يتكاصر فيها التكاصر لا جنس بالتقطع طبعا تكاصر لا جنس بالتقطع عشان يديني يوم التالي بالنسبة للطور اللي نتج منه انا شايف دي ميروزيتات نتجة من انفجار خلايا الدم الحمراء طب الميروزيتات كان اصلاح ميروزيتات تانية طب الميروزيتات كم نون والميروزيتات التانية نون برضو يبقى كده العدد الصبغ في الاتنين هنا هيبقى نفسه على طول طب لو قال لي الميروزيتات اللي داخله او طالع من خلاية الكبد كان اصلاح برضو نون يبقى كده برضو نفسه طب مين بقى اللي هلاقيه برضو هنا ممكن يختلف في العدد الصبغي ازاي يقول طبعا بيختلف عن العدد الصبغي للأطوار الماشي جاي كيس البيت بيختلف عن العدد الصبغي لطور الحركي زي ما بنقول طور الحركي اتنين نون يثبت بها نون زي ما بتفهم اي خلاية الجسم يتكاثر بها طور البلازموديوم التالي زي ما احنا شايفين كده طور البلازموديوم اللي طالع ده يتكاثر فاني خلاية بدول طبعا هنا اللي طالع ده اسم اصبرو زيتات تعاجم خلاية كافة الانسان وتتكاثر بداخلها بيبقى هنا فيها تكاثر جنسي زي ما احنا شايفين كده تكاثر لا جنسي اي سب التقطع زي ما قل ما نوع الانقسامات بتاعت السطور البلازموديوم ده طبعا دي اسمها قلنا مين ميروزويت الميروزويت بيتكاثر لا جنسي عشان يتكاثر لا جنسي يتكاثر لا جنسي هنا يبقى كده اساس الانقسام بتاع انقسامات ميت وزي فقط وسي ان ده صورة من صورة التكاثر اللي جنسي عندهم اي مما يسبب حروج مسببات حم الملاريا اللي احنا شفناها النهار ده كده مع بعض طبعا احنا بيتكلم بيقول يا جماعة خلي بالكم مسببات حم الملاريا هي سموم تتحرر عند انفجار خلايا دم الحمراء وتحرر الاجابة تحرر ميروزيتات من خلايا الدم الحمراء هي دي اللي بتسبب تحرر السموم اللي هتعد لزهور اعراض حم الملاريا ابناء بنات العزاء الوقت بيعدي معنا على طول طبعا نشكركم على مطبعتكم بيطرفنا لو يجدكم معنا دايما لو كنت استفدتم مننا ما تنسوش تدعو الجميع افراد قصة البس المباشر في وزارة كان معكم استاذ محمد الورداني خبير مدلة الاحياء والجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته